السلام عليكم متابعيني مرحبا بكم في فيديو جديد معكم بخوف سارا كنت منكم تدروا لي ابوني وجيم ما تبخلوش عليها ما غادي تخسروا ما غادي تاخدوش منكم حتى بعد ديل التواني اليوم قررت ان هاد الفيديو يكون على كيفاش نخرج جواز تلقيح الاول ديل الجرعة الاورى بساف منكم كيتساءلوا ومعارفين ش كيفاش اول حاجة غندخلوا لجوجل وغادي نطابيو في الغيو شخص ليقاح كورونا كيفاش تشوفو معايا اليقاح كورونا غادي ندخلو في لغيو شخص في جوجل غادي نه challenge نكليكيو عليها نوركو عليها تحميل جواز الصحي ضد فيروس كورونا المستجد و Franco Thursday بالله صفحة قيدنا ديل تحميل الجواز تحميل الجواز الصحي ضد فيروس كورونا المستجد هنا عطينا اختيارات نوع التعريف أول حاجة وجدين دخلوا بالبطاقة التعريف الوطنية بطاقة الإقامة جواز سفر أو لا ما صار عندنا اختيارات نخد المثال ديان واحد غد يدخل بشي عمر جواز تلقيه هو عنده بطاقة التعريف الوطنية بطاقة الإقامة وجواز سفر بالنسبة جواز سفر بالنسبة للناس المقيمين بالخارج يقدروا يدخلوا بجواز سفر للإقامة بالنسبة للناس غير مغاربة المقيمين في المغرب ندخل بطاقة التعريف الوطنية مثلا هنا نكتب رقم بطاقة 20 50 90 نصف باكوا ندخل بطاقة التعريف هنا الثاني لدينا تاريخ الازدياد اليوم الشهر والسنة ندخل بطاقة كلمة تحقق معي هنا سنكتبها هنا 7 3 5 جوج 7 ونقوم بحث تحولنا دي غاكتما باش نحملوا الجواز زي تلقيح ديالنا نرجعوا مثلا نشوفوا مثال اخر ديال واحد بغي يدير بغي عمر باش ياخد جواز تلقيح دياله عنده ما صار بحالة بنسبة للتلاميذ ديالنا غايد دخلوا بكود ما صار غايدة على ما صار غاعدة هم يكتبوا الرقم هنا غايكتبوا الرقم ما صار ديالهم اغ ويكملوا ارقام كل واحد حافظ رقم ما صار دياله من بعد تاريخ الازدياد اليوم الشهر والسنة وكنمشيو نكتبو كلمة تحقق ايضا كلمة تحقق ليعطينا نوركو على البحث ودي غاكتما غادي تصفتنا باش نحملوا جواز تلقيح ديالنا دونك هاد جواز تلقيح غادي يكون غادي يكون عندكم الامكانية انكم تحملوا مبتداء من يوم اثنين القادم اي 25 اكتوبر 2021 غادي نخلي لكم السيت اللي غادي تدخلوا ليه الرابط ديال هاد الموقع في صندوق الوصف باش تسهل عليكم انكم شو ديغاكتما تحملوه هاد الجواز ديال اللقاح ديال الجرعة الاولى غادي غادي تبقى سارية لمدة 21 يوم تقدرو تحركوا بعد الجواز تشيرو بوا فيما بغيتوا الادارات الحمام اللي صار دوس بور اليمول فيما واشو تمرشوا بعد الجواز في انتظار تديروا الحقنة تانية ومني تديرو حقنة تانية غا تخرجو الجواز غادي تلقيح تاني بنفس الطريقة الي وريتكم الطريقة الي عمرنا به هده با كيفش عمرنا جواز تلقيح اللول غادي عمروه بها جواز تلقيح تاني وغديمشوا نخرجوه وهذا كون نهائي ومن بعد غدي نشوفو غديبقوا يقولينا كل 6 شهر كل 6 شهر نديرو تلقيح احنا كانتنا ونشوفوش غايديرو معانا كانتمنى ونكون فتكم في هاد الفيديو ويكون خفيف الضريف عليكم ما تبخلوش عليها بابوني انا كان عود نقولها الى الفيديو القادم الى اللقاء